نقل سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية تحياتي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله إلى فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وتمنياتهم لفخامته بمغفور الصحة والسعادة وللشعب الأمريكي الصديق بالتقدم والازدهار جاء ذلك خلال حضور سعادة وزير الخارجية ومعالي السفير شيخ عبدالله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى واشنطن لحفل الاستقبال الذي أقامه فخامة الرئيس جو بايدن لقائدته ورؤساء وفود دول العالم المشاركة في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك وأكد سعادة وزير الخارجية اعتزاز البحرين بما يجمعها مع الولايات المتحدة الأمريكية من تاريخ ممتد من الصداقة التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك في شتى المجالات والقائمة على أسس راسخة وقيم ومبادئ مشتركة وأهمية تعزيز هذه العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين اشتركوا في القناة